اشتركوا في القناة اهلا بكم في نشرة اخبار الرأي اصحابكم خلالها محمد السداني والبداية دوما باهم العناوين مناقشة ميزانية التطبيق وبعض ملاحظات المحاسبة متبقية قاتب ذبحيننا ذبح على الاسعار اللي هم حاطينها شركة من تروح حق هالدول هذي اتمنى ان يعطونها بهالاسعار لان احنا قاعدين ندفع فوق الستمية سبعمية دينار ضوء على مشاكل الخدم على وقع انتظار الحلول التشريعية اي موقع ما يكون فيه ما انتم ازالته عندنا احداثيته موجودة يمنع ان نفرج عن تأمينه انقضاء موسم التخيين واستنفار على مستوى فرق الازالة انقلابي واليمن في مسعى لمحاصرة تاعز مجددا من الغرب في سوريا اجرام الاسد يتواصل وضحايا المدنيين تتزايد حريصين على الطير لان هذا الشيء بالذنة هذا روح فنحص على روح فهذه امانة سقور الكويت عناية طبية فائقة وعلاج جراحي بالداخل في النشاط البرلماني ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية فيما قال رئيس اللجنة نائب عدن عبدالصمد انه لم يتبقى من الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة على الهيئة الا ثمانية ملاحظات وتحتاج الى وقفة جادة لتصويبها بالتعاون مع كل جهة الرقابية واكد عبدالصمد ضرورة الحاق تبعية ادارة التدقيق الداخلي لاعلى سلطة اشرافية وزيادة عدد موظفيها بما يتناسب مع كثافة العمل اليومي في الهيئة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والاداري مستقبلا وكيل وزارة المالية خليفة حمادة اعلن عن تعميم تطبيق نظم ادارة مالية للحكومة جي اف ام اي اس لدى كل الجهات الحكومية والبالغ عددها سبع واربعون جهة اعتبارا من يوم الغد وقال حمادة ان هذا او هذه النظم تأتي تتويجا لنتائج مشروع اعادة هندسة العمليات المالية الذي يعد من المشروعات الرائدة على مستوى المنطقة حيث تم اعادة هيكلة النظام المالي للدولة بما يتماشى مع افضل الممارسات المالية العالمية وبما يحقق احتياجات وزارة البالية والجهات الحكومية وزارة الداخلية اعلنت ان الادارة العامة لخفر السواحل ستنفذ رماية بالذخيرة الحية في المياه الاقليمية ما بين الرابع والسادس من ابريل الجاري ومن الثامن صباحا وحتى الثاني ظهرا في عدد من المواقع وحذرت ادارة الاعلام الامن بوزارة الداخلية جميع رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة مؤكدة ان الدوريات البحرية ستمنع كل من يحاول الاقتراب منها من اجل سلامة الجميع قضية الخدم قديمة لكنها تتجدد مع كل مشكلة وفي كل بيت تقريبا ورغم ان شريحة كبيرة من المجتمع تنظر للقانون الجديد الذي يعد املا لهم الا ان الثغرات الموجودة في القانون المعمول به تثقل كاهل الكفيل ابتسام رمال تابعت القضية في التغرير التالي مكاتب ذبحين ذبح على الاسعار اللي هم حاطينها والقوانين اللي حاطينها ما ادري ام يقولون لهم انحاشة وشنو سالفتهم ما ندري ام محمد اختصرت معاناة شريحة كبيرة في المجتمع الكويتي ممن تعاني من مشاكل العمالة المنزلية وبالتالي انتقدت القانون الذي يلزم الكفيل بتذكرة سفر للعاملة في حالة الهرب احين انا اللي ايبتها وانا اللي تعبانة وهي اللي طالعة وعقمات السفر انا اللي ادفع لها صراحة يعني ما دري المفروض انه يتغير شوي اي طبعا اي المفروض تسفر نفسها لان اي اللي منحاشة عندي في اثيوبية انحاشت من عندي نطت من السور كانت مسوية السحر بالبيت انا شلت من القرفة حاطة مثل الطوس صغيرة كلها داخلها مثل الجليل الاحمر غيرها كثر يرون ان القانون المعمول به حاليا فيه ثغرات لا تعطي للكفيلة حقه متسائلين عن القانون الجديد بس كلام ما نشوفه شيء ثاني يعني وما تطبق مننا اي شيء حتى اللي لقوها اللي لقيني عنده منستر عليها ما يجيبون اسمه علشان الكفيلة اولي هو اللي يتفعل الفلوس هذه السفر هذه ثغرة من القانون بانتظار الانتهاء من قانون العمالة المنزلية فان مشاكل تلك الفئة في المجتمع الكويتي اصبحت لا تعد ولا تحصى في البيوت على الرغم من اختلاف اسبابها لذلك قصدنا احد اصحاب المكاتب الذي وجه رسالة بعدم التفاؤل بالقانون الجديد معللا الاسباب الشركة تطبقت في السعودية اخوانا السعوديين صار لها خمس سنين ليش لاسعار اغلى من الكويت مو الحل هذه انا اتمنى بس الشركة من تروح حق هالدول هذي اتمنى ان يعطونها بهالاسعار لان احنا قاعدين ندفع فوق الستمية سبعمية دينار فهمتي انا مو كشركة بسوي يعني بصرف الخدم على ثلاثمية وخمسين واربعمية دينار طيب اللي هناك شنو يعطي بيرضى بالميتين وثلاثمية دينار بيعطي والله ان شاء الله ان شاء الله القانون انا انا اللي اتامله ان شوف يا بوي اللي اتامله ان القانون ان شاء الله يكون منصف ما يكون احس ان القانون قاعد يضرب المكاتب ليش يا اخي انت اجتهد اجتهد وخلي المكاتب على جنب وانت اجتهد واشتغل وجيب الخدم وحطها الاسعار حك شركتك خنشوف انت عمالتك هل تقدر تجلب العدد اللي غطي لكويت كلها ببقى الاسعار هذي هذا ويعلق الكثيرون الامال على الشركة الجديدة على امل ان يتم كبح جماح الاسعار وان يتم انصاف كل من العاملة والكفيل ابتسام رمال الراي في شاني صحي اكد الوكيل المساعد للشؤون الطبية بوزارة الصحة جمل الحربي اهمية مؤتمر جراحة المسالك البولية الذي انطلق اليوم في سقل مهارة الاطباء الكويتيين وتبادل الخبرات والبحوث مع المراكز العلمية والجامعات المرموقة عالميا وقال الحربي ان فعاليات المؤتمر تعكس اهمية المؤتمرات الطبية ورش العمل المصاحبة كذلك ذكر ان هناك مباحثات بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية في شأن اقامة دورة مكثفة عالية المستوى للمسعفين الكويتيين من العاملين بادارة الطوارئ الطبية اليوم افتتاح المؤتمر الحالي عشر لجراحة مسالك البولية دولة الكويت وهذا المؤتمر مهم عندنا كوزارة الصحة نهتم في عمل المؤتمرات ورش العمل وخاصة تركيزه على الاطباء البورد الكويتي لتدريب المستمر لاطباءنا في هذا المؤتمر سوف يقوم بتبادل خبرات الابحاث والملاحظات العلمية المهمة بين الاطباء من المراكز العلمية المرموقة والجامعات المهمة في العالم مع اطباء الكويت ومشاركة في هذا المؤتمر من اطباء من امريكا واوروبا وآسيا والدول الخليج وهذا يهتم في المؤتمر كوزارة صحية هي من اهتماماتها في خطة الانمائية المستدامة الى سنة 2030 مع انتهاء فترة المخيمات الرابعية باشرت فرق البلدية بازالة المخيمات المخالفة وذلك عبر شن حملات ميدانية يتم خلالها ازالة بقايا العديد من المخيمات التي تخلف اصحابها عن ازالتها كما يتم الحجز على تأمين المخالفين بسبب عدم التزامهم بالمدة المحددة للتخييم والتي انتهت مع انقضاء شهر مارس وتعمل فرق البلدية ايضا على تنظيف اماكن التخييم بهدف الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث نواحة ثلاثين ثلاثة نهاية الفترة التخييم بدت عندنا فريق الازالات من واحد اربعة اللي صادف يوم الجمعة امس فعندنا فريقين فريق ازالة المخيمات اللي ما نزالت وفريق على النظافة اللي موجودة حاليا فان شاء الله يعني طبعا لما يطلعن على المخيمات رح يكون فيه اللي هو التعمين والافراج عنه فنطلع المواقع مثل ما انتم شايفين اي موقع ما يكون فيه ما انتم ازالته عندنا احداثيتها موجودة يمنع ان نفرج عن تعمينها وطبعا الازالات اللي مختصة فيها فريق الطواري اللي اخوان فريق الطواري طبعا فشاقلهم بالجهة الثانية وقاعد يزلون المخيمات اللي لحد الان اصحابها ما زلوها على وقع تكرار خروقات الميليشيات الحوثية على الشريط الحدودي بين السعودية واليمن صعدت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح هجماتها المتكررة على مواقع الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات كرش والوزاعية وذباب على امتداد الخط الفاصل بين محافظتي لحج وتعز وفيما تمكنت المقاومة من صد هجوم للميليشيات غرب جبهة كرش على الطريق الرئيس الرابط بين عدن وتعز من جهة الشرق اكدت مصادر محلية ان المواجهات مستمرة في جبهة الوزاعية وسط انباء عن تمكن الميليشيات من السيطرة على عدد من المواقع الهم هناك فيما تدرس الادارة الامريكية خطة لزيادة عدد القوات الخاصة الامريكية التي ارسلت الى سوريا لموجهة تنظيم داعش اعلنت وزارة الخارجية الروسية ان وزير الخارجية سيرغي لافروف تحدث هاتفيا مع نظيره الامريكي جون كيري وتركز الاتصال على البحث في كيفية تعزيز وقف اطلاق النار في سوريا هذا ويواصل جيش النظام السوري ارتكاب المجازر بحق المدنيين في العديد من المحافظات والمدن السورية كما تواصل طائرات الاسد اشن هجماتها مستهدفة التجمعات السكنية والاحياء الشعبية في حلب وادلب وريف دمشق وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا المدنيين معظمهم من الاطفال والنساء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية اعلنت عن بدء المرحلة الاولى من خفض اسعار التجزئة لخدمات التجوال بين دول مجلس التعاون والتي اقر تفعيلها بداية من الاول من ابريل من قبل اللجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات واوضحت الهيئة ان الحد الاعلى للاسعار ينطبق على جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في دول مجلس التعاون كما اكدت ان للمشترك الحرية في استخدام خدمات التجوال بنظام الدفع بحسب الاستهلاك باسعار التجوال الموحدة في دول المجلس كما هي مستشفيات الطب البشري فان هناك ايضا مستشفى متخصص لعلاج الصقور حيث يتم فيه اجراء العديد من العمليات الجراحية فيما يحتوي على اقسام متعددة حرصا على سلامة الصقور ولحمايتها ايضا من الامراض وانقاذ ارواحها محمد الحياري زار المستشفى وعد التقرير التالي عناية حثيثة تتلقاها الصقور في مستشفى الكويت للصقور تبدأ بالكشف والعمليات والتحليل والمختبرات وصولا الى العلاج يشرع مستشفى الكويت للصقور ابوابه امام الصقارين الذين ارقهم مصاب صقورهم اكثر من الصقور انفسها فالطيور التي تقدر بالاف الدنانير تعالج هنا كما يعالج الانسان في المستشفيات ويقدم لها خدمات صحية فهذا الصقر مخدر بالكامل واخر اعياه تكسر الريش والطبيب يجري عملية مستعجلة في العناية المركزة مشاكل تعالى منها الصقور اللي هي اللي يبارك فيك الدودان الدود اللي يجي بالمرش دود ريئة دود كبد كوكسيديا اللي هو جساس دود معلفة القلاع اللي هو كنكر التهاب الرئة التهاب الكبد حريصين على الطير لأن هذا الشيء بالذنم هذا روح فنحرص على روح فهذه أمانة ان كان سعرها ألف ولا كان دينار ولا كان شيء أي كان الخدمات المقدمة في المستشفى تعالج أسقاما مختلفة تبدأ بمرحلة الكشف عن الصقر وتشخيصه واختبار عينات منه وصولا إلى الوصفة العلاجية ويراجع الصقارون بشكل دوري للكشف عن أوجاع صقورهم والتخفيف من آهاتها عندي طير مريض وأديه للمستشفى هنا والمستشفى هو الوحيد اللي هنا في الكويت والله هذا الطير فيه التهاب التهاب لمعا وشخصوه هنا أخذوا عليها شاعة وبيّن التهاب الخدمة طيبة واللي قايمين علىها ناس ما شاء الله تبارك الرحمن ناس شطار وعشان شيء سبب مراجعتي فحص الدوري حق الطير خدمات طيبة والمستشفى الحمد لله ما قصروا إيانا وتقريبا الحمد لله هو المستشفى الوحيد في الكويت وهو المنقذ الوحيد حصنا وطلعت خيرة طلعت الطير فيها دود وعطينا شيء حبا وإن شاء الله طلعنا السعودية بس قبل الله نطلع نتأكد من الطير يحتوي المستشفى أقساما كغرفة العمليات والمختبرات والصيدلية وغرفة للحجر الطبي خوفا من انتقال العدوى لطيور أخرى في عندنا قرف حجر طبي الحجر الطبي هذا الله يبارك فيك الطير إذا مرض راح تشوفونها إن شاء الله الطير إذا مرض نحط نختصها في القرفة هذه قرفة على قد الطير نحطها في طال عمرك ونعالج الطير عشان إذا كان فيه بكتيريا كان فيه التهاب ولا كان فيه شيء ما ينتقل عدوى إلى طير الثاني وفي المستشفى ترقد الطيور قرابة ستة أشهر في المربط بعد أن يتم فحص حالتها ومتابعتها محمد الحياري الراي مكاسب جديدة لخام الكويت تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل أهلا بكم من الصفحة الاقتصادية سعر برميل النفط الكويتي حجم السيول المتداولة ربع الأول من العام الجاري كما أوضح أن الأسهم القيادية واصلت السحواذها على النسبة المؤثرة من السيول النقدية المتداولة في التعاملات خصوصا من القطاع المصرفي درع الدوري السابع عشر يقترب من الأصفر التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل أهلا بكم من الصفحة الرياضية اقترب فريق الغاتسية من لقب دور فيفا لكرة القدم بفوزه الكبير والمستحق على فريق كاظمة بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن الجولة الثالثة والعشرين للبطولة افتتح الأصفر التسجيل عن طريق اللاعب أحمد الضفيري في الشوط الأول مستثمرا كرة على طبق من ذهب من زميله السعود المجمد وفي الشوط الثاني ضعف النتيجة فهد الأنصاري باستغلاله كرة المحترف صوماليا والمتجهة للمرمى ومن قبل وقبل نهاية المباراة وسعى الفارق الأصفر قائد الفريق بدر لمطوع بتسجيله هدفا من مجهود فردي ليرفع رصيد عدد أهدافه في بطولة الدور العام إلى مائة هدف وبهذا الفوز يرفع القدسية رصيده إلى ست وخمسين نقطة متصدرا ترتيب الفرق بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه السالمية قدمنا مباراة ممتازة أمام فريق كبير قدمنا مباراة كبيرة وقدرنا نفرح الجمهور القدساوي بعد خروجنا بكاسر المير قدرنا نرد الفرحة وقدرنا نقامها القدساوي مارثانيا ويعني عيننا بخصة هذا الموسم بحيث بخال إن درع رغم سابتها إيش نادو القدسية إن شاء الله بدنا الله نحققها إن شاء الله لله الحمد نعتقد اليوم قدمنا مباراة كبيرة استحقينا فيها الثلاث نقاط استفدنا من أخطاء مباراة كادمة في بطولة كأس سيدي والعهد بطولة الدورة أيضا البعضة كانت بربع خمسة أيام تعادلنا واحد واحد في عدة أخطاء أنا براين المدرب اليوم تعامل فيها تعامل إيجابي قدرنا نحسم المباراة كان أكثر من اجتماع موجود إداري ولعبين يعني حتى اللاعبين كان فيه توجيهات بينهم حتى قبل بداية المباراة حتى بين الشوطين كانت فيه تنبيهات وتوجيهات من اللاعبين لبعضهم فأنا كنت نفس المشاهد قاعد برا لكن أنا أقول لك أحد أهم أسباب تفوق في رغم القادسية إن ما سمحنا اليوم النسي من اللاعبين يكون أكبر من النادي ولا النادي يكون أصغر من أحد من اللاعبين كلنا لعبنا لهذا الشعار وكلنا لعبنا لهذا الاسم احتراماً لهذا الكيان اللهم لك الحمد والشكر عانينا صراحة في البداية من ضغوطات وفريق كامل فريق جداً محترم فريق قوي كان صعب بالنسبة لنا الأمانة الحمد لله قدرنا نتدارك في شوط الثاني وكنا نستحق ثلاث نقاط نتيجة مستوى ونقول تول ناس على الدوري باقينا ثلاث جولات إن شاء الله ونحتاج فوز وتعادل منهم إن شاء الله والشير الحمد لله لك الحال طبعاً هذه نقاط مهمة قربتنا للأمانة الحصول على الدوري وإن شاء الله بإذن الله الدوري مسألة وقت إن شاء الله من السر اليوم ما كانت تبيز يعني كسرت أمي كادمو لا كادمو شي موعق دولة وتشوف مباريات الدوري يعني نسبة المباريات الغاتية لها الأفضلية لكن ممكن يعني كان عاق في آخر المباريات بالتعادل وهذا وخروج أكثر من مرة في كأس ويلعهد يمكن لكن الغاتية دائماً يظهر في الأوقات الصعبة وقبل ختام نشرتنا هذا اليوم نذكركم بإمكانية المشاركة معنا عبر إرسال فيديوهات أو صور بأي تجاوزات ترصدها كاميرات هواتفكم المحمولة من خلال رقم الواتساب الظاهر على الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشرتنا وبراميجنا عبر قناتنا على اليوتيوب برايوتيوب على اللقاء